برصة مسقط خلال هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لعدم وجود محافزات جديدة إضافة إلى ذلك استمرار خسائر مؤشرات البرصات العالمية خاصة الأمريكية لأربع جلسات متتالية متأثرة بتقرير الوظائف المتباينة وتعليقات مسؤولي الاحتياط الفيدرالي على وطيرة أسعار الفائدة بشكل عام مؤشر برصة مسقط استهل جلساته الإسبوعية على ارتفاع معاودا بذلك لمستوى 4400 نقطة بإجمال قيمة تداول بلغت مليونين ومائة وسبعة واربعين ألف ريال عماني لترفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 23 مليار ريال عماني طبعا هذا يرجع أيضا إلى الضغوط الموجودة بالعالم رأينا ضغوط من بعض الدول العالمية طبعا على معظم هذه البورصات بالرغم من أن بورصات الخليج كانت متوازنة بورصتين كانت مرتفعة وباقي البورصات كانت في نفس المستويات السابقة لم تتغير ولكن بورصة مسقط خلال هذه الفترة لم يوجد أي نتائج أو حافظ جديدة فيما استمر الاستثمار المحلي في تعزيز أداء بورصة مسقط من خلال عمليات الشراء بنسبة جاوزت 63% مقابل عمليات بيع بنسبة 45% أيضا لا ننسى أنه كان هناك إغلاق في نهاية الأسبوع لإكتتاب صندوق الأولو العقاري وهذا سحب سيولة لا بأس من السوق لصالح هذا الإكتتاب وطبعا كان لتأثير على عدم تحرك أحجام التداول في البورصة بشكل كبير عموان ما في هناك شيء مقلق على البورصة بسقط ولكن ما عدا هذا الإكتتاب اللي كان هو لفترة مؤقتة نعتقد أنه سيرجع أحجام البورصة خلال الأسبوع القادم بشكل أفضل بعد انتهاء الإكتتاب وضور نتائج الإكتتاب خلال الفترة القدريبة القادمة وشهدت عدة شركات نشاطا من قبل المستثمرين ففي القطاع المصرفي نشاط على سهم بنك مصقط بعد تداولات اقتربت من مليوني سهم ونشاط على سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات تداولات جاوزت مليون وثمانمائة ألف سهم